موسيقى عند دخول إلى العيادة أسمع موسيقى هادئة إنه موسيقى من الزمن القديم من أيام شبابنا لكن موسيقى ما زال الناس يحبون ويستمعون إليها في داخل كان هناك حزن يختلط مع بعض الحماس أحسست بنفسي تماما مثل ذلك الوقت مليئة بالطاقة والحيوية بعدها أنظر إلى نفسي في مرآة المصعد صحيح أنني لم أعد امرأة شابة ولكن لا يزال لدي طاقة عالية هذه الطاقة التي يعطيها لي مرضاي الذين سوف يدخلون ويخرجون من غرفة بعد قليل وعلى رغم من أن معظمهم يخبرونني بقصص حزينة إلا أنه لا تترك لدي لا الإرهاق ولا التعب عندما أرى ذلك البريقة في عيونهم وهم يغادرون غرفتي أبتسم لمساعدين الجارسين على مكاتبهم والذين يقفون فورا ويبتسمون لي عندما يرونني ثم أتجه إلى غرفتي دعونا نرى من سيدقل وسيغادر غرفتي اليوم وأي نوع من التقلبات كتبها المصير لهم أو مع من سوف أشاركهم مشاكلهم وأهزانهم عندما أجلس على مكتبي وبينما أمود يدي لفتحة خزانة التي عليها صار لأخذ ملف جديد تدخل تونك العاصفة إلى المكتب قراء يعرفونها جيدا تونك تكون مساعدتي ودراع اليمنى وتقريبا كل شيء بالنسبة لي تحمل في يدها كأسا كبيرا من الماء البارد كيف يمكن لشخص بهذا الوزن أن يكون رشيقا جدا أنا لم أكن يوما بمثل خفتها ورشاقتها مثلا عندما كنت بالمدرسة كان معلمنا في حصة الرياضة يجعلنا نتناوب على الشقلبة فوق طاولة مغطاة بالجل من كم كانت هذه الأشياء صعبة بالنسبة لي والآن إذا طلبت من تونك أن تقوم بشقلباتنا تلك السجادة سوف تفعل ذلك في دواني رغم هذا العمر والوزن أما الآن فإذا رفعت رأسي ونظرت إليها ستبدأ في التحدث على الفور لكنني لا أرفع رأسي فأأخذ كوب الماء البارد من يدها وأشربه دفعة واحدة كما أفعل دائما سواء كان الفصل شتاء أو صيف وبينما أضع الكأس على طاولتي تنتظر تونة بحماس أمامي لا يمكنها البقاء هادئة هذا يعني أنه لديها شيء متير للإهتمام التي تقبلني به إذلك أسألها تونة أن أرفع رأسي تونة هل تقومين بالشقلبة على تلك السجادة؟ بعد صمت قصير جدا بدأنا في الضحيك معا أعتقد أنك تشعرين بالملل بما أنك بدأت بالعبت معي إذا أردت يمكنك القيام بذلك فورا أليس كذلك؟ بالطبع سوف أفعل ما المشكلة في ذلك؟ حسنا حسنا هيا أخبريني الآن بما لديك السيدة التي ستدخل الآن اسمها نالان امرأة مختلفة تماما إنها تشبه فنانية السينما في شبابنا تشبه بالأكثر فيليس أكين لكنها ترتدي ملابس غريبة جدا هل أصبعت هذه الرموضة الجديدة ونحن لا علم لنا؟ تنورة طويلة من الدانتيل الأسود وهناك طبقة من الأشياء السوداء فوقها أيضا مروحة كبيرة في يدها وحقيبة في اليد الأخرى حتى أن تسريح تشعرها من التراث القديم يبدو الأمر كما لو أنها نزلت من عرشها وأحضرها شخص ما بالقوة إلى هنا هو الصفات الشرف مفقودات من خلفها ما الذي تتحدثنا عن هويتون هل سوف تقومنا بكتابة قصة خيالية أو ما شابه؟ من أين تلفقين كل هذا؟ أي تلفيق؟ سوف تفهمين هذا عندما ترينها هل الأمر غريب؟ من يدري على ماذا هي غاضبة؟ قد قدت أن تضرب الرجل المجابر لها بالمروحة التي في يدها المرأة المسكينة تعاني من انهيار عصبي وفي الأخير قمت بالتدخل لو ترينها لن تتتواقع منها مثل تلك التصرفات كما أصيب المرضى الآخرون بالدهول ينظرون إليهم وكأنه مشاهدون مسلسلا على التلفاز بالطبع لم أستطع البقاء والمشاهدة بصمت كما فعلوا لو لم أتدخل كان الرجل الضخم سوف يبقى بيناني ذيها أنا أستسلم حقا أطلب من تون هذه المعلومات وقبل الدخول اخذوا المرضى أولا فحص بسيط من طرفها تلقي نظرة وتتحدث إليهم ثم تخبروني دائما إذا رحضت شيئا مهما ذلك لأن مرضى لا يشعرون بأنفسهم كأنهم في حياتهم الطبيعية في هذه الغرفة بل يتجولون معي في أماكن أخرى تنثر جانبهم الآخر وتكون هذه المعلومات غالبا مفيدة جدا من نسبة لي لكن أعتقد أنها قد بالغت بعد شيء هذا اليوم الرجل الذي بجانبه شاب ووسيم في نفس الوقت هو أيضا يشبه إبراهيم تاطلسس مفطول العضاة وشيء من هذا القبيل ولكنه رجل نطيف لكن غير مناسب لبعضهم البعض لو كنت أنا المخرج لما كنت لأضاع مثل هذا الرجل بجانب تلك المرأة يجب تغيير واحد منهم تونة أتمنى أنك لم تشاهد إحدى تلك الأفلام القديمة ليلات البارحة في رزق أكين وإبراهيم تاطلسس هو ما شابه وفي الأخير أصبحت مخرجة لا حضرت الطبيبة عندما ترينه سوف تعرفين كم كنت محقة الرجل يرتدي معتفا أحمر مثل إبراهيم تاطلسس ألت تتذكرين عندما ذابنا ذات مرة إلى قبرص وجاء إبراهيم إلينا كان يرتدي معتفا أحمر عاكد بالضبط ما هو عليه رجل طويل مع حواجب سوداء وعيون داكنة قوية البنية الشيء الوحيد المفقود هو الشارب لكن بدلا منه لديه لحية خفيفة لم أستطع أن أفهم كيف استطعت التعامل مع ذلك الرجل الضخم أغم أنها ضعيفة البنية كما أنها تبكي بدون توقف ولم يستطع أي أحد منا أن يجعلها تهدأ لو كنت أنا المخرجة كنت سوف أعطيها دور الملكة فتيابها مناسبة أيضا تونة هذا يكفي لكني لم أقل الشيء الأهم بعد ذلك الرجل قد أحضرها إلى هنا بالقوة على أي حال فهو يريد التحدث معك أولا سيطلب منك إعطاءها الكثير من الأدوية ويقول أنه لا يستطيع التعامل معها بأي طريقة أخرى والآن لا أعرف كيف سوف ندخله إلى هنا سوف أعطيها الكثير من الأدوية أدخل هذا الرجل لأرى حسنا وفي تلك الأثناء سوف أقوم بتهديئات تلك السيدة المسكينة تخرج تونة مجدداً كالعاصفة إذا سمحت لها سوف تتحدث حتى الصباح بعض اللحظة انطلق الباب بقوة ويدخل شاب طويل أصمر مع لحية خفيفة يرتزم عطفاً أحمر بالضبط مثل ما قالت تونة إنه يشبه إبراهيم تاطلس حقاً يمد يده في إماءة فضة نوعاً ما ويعرف عن نفسه لي ثم يجلس على الكرسي أمامي وساقاه مفتوحتان يضع هاتفه الخلوي ويفتح السيارة بسخب على طاوية القاوة أمامه ثم يدير رأسه نحوي في عيونه البنية الغامقة هناك ابتسامة قاسية ومزيفة في نفس الوقت لديه طبعاً وحضور وكأنه يريد أن يغطي المكان كله بوجوده هو فقط ويعطي أهمية كبيرة لنفسه كما أنه يعتشعوراً بأنه لا يتقو كثيراً بالآخرين ينظر مباشرة إلي بفخر وغرور وكأنه يريد فقط إنهاء عمله والمغادرة على ما أعتقد عما بالنسبة للنظرات أنا فهي لا تشبه نظراتي أبداً ودع دراها برفق على طاولتي وبدأ في الكلام حضرت الطبيبة لقد أحضرت نالان إلى هنا بصعوبة بالغة لقد كانت تسر وتقول أنا لن أذهب لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوان إنها ترهيقني منذ أيام ومساعدتك شاهدة على ذلك إنها تخفز علي مثل قطة وإذا تركتها سوف تقتلني أنا لا أسمح بمثل هذه الأشياء لكنني أشفق عليها أسوأ شيء هو أنني أخشى أني يأتي يوم ما وينفض صبري وتلتقي مع جانب الآخر وإذا قمت بدربها سوف تصدم بما يحدث وإذا ماتت سوف أكون أنا المنام لا يقولون القاتل أو المقتول يتشكل التواء بغيض في زاوية فمه لكن نظراتي تمنع من قول أي شيء آخر كيف يمكنه أن يهين المرأة بهذه الطريقة ما المشكلة يا تورا؟ ما المشكلة؟ لماذا هي غاضبة منك لهذه الدرجة؟ لا شيء مهم هي فقط تعتقد أنني ممتلكاتها الخاصة أنا ونالان نعيش مع بعضنا البعض منذ سبع سنوات وكنت أحبها بجنون منذ البداية ولم أستطع رؤية أي شخص آخر غيرها كان الحصول عليها حلما بعيدا منالي بالنسبة لي في ذلك الوقت حاولت كثيرا لكن لم يكن لدي الكثير من الأمل نالان امرأة غريبة بعض الشيء ليست طبيعية تماما قد كنا نعمل معا في نفس الشركة ظللت أنظر إليها من بعيد مثلما تنظر القطة إلى الكبد هل أنا فقط؟ لا والمعظم الرجال الشركة كان كل تفكيرهم في نالان على أي حال دعيني لا أطيل الكلام قال لي المدير سوف تكون سائقة هذه الفتاة وسوف تساعدها في كل شؤونها لا أدري إذا كانت سقطت صخرة على رأسه أم ماذا ينتشر تعبير فخر على وجهه وهو يقول هذا يبد أن كون الرئيس يحبه يجعله يشعر بالفخر ألا يقولون بينما طلب العبد عين واحدة أعطاه الله إثنتين قد كنت أطير من السعادة حينها عندها عرفت أني سوف أفعل المستحيل وأجعل هذه المرأة تقع في حبي هذا يعني أنك كنت تراقبها منذ ذلك الوقت لا قد كنت أراقبها منذ زوان طويل لكن كيف يمكن الاقتراب منها هل تدرين ماذا يحدث عندما اجتمع النار والبارود رغم أن الأمر استغرق وقتا طويلا أطول مما كنت أتوقع لكن الطائرة دخلت في القفص في النهاية هذا يعني أن كل هذا كان مخططا له لا سيدتي أنت لن تفهم هذه الأشياء أي أشياء أقصد الحب إذا لم أكن أنا أفهم الحب فمن سيفعل إذن فهو الوحيد الذي يفهم في هذه الأشياء واليوم قد أحضر المرأة التي كان مجنون بها لكي يرفصل عنها إيما تتعتقد ذلك ماذا لقد قلت أنني لا أفهم في الحب آه ذلك حسن لا يقولون من لم يسقط لن يشعر بألم الآخر ولا يبدو أنك قد سقطت ولن تفهم أبدا أشخاصا مثلنا الأشخاص مثلنا هل أنا وأنت من مجموعات منفصلة كم هو مخطئ بينما أن إلى حد ما في الواقع هو ذلك الشيء الذي كان يتحدث عنه لكن يبدو الأمر كما لو أني لا أريد أن أفهمه ولا هو يريد أن يفهمني لكنه على حق في البداية تقوم بإيهانة امرأة لم ألتقي بها بعد ثم تعال وأخبرني عن حبك لها حاليا لا أريد أن أفهمك أبدا أيها الصديق قل ما تريد قوله واخرج من هذه الغرفة في أسرع وقت ولا تربكني أكثر ولا بد أن أفكاري قد نعكست على وشي حيث أن سحابة خافزة من القلق ظهرت على وشي عندما نظر إلي مع ذلك تخيل أنني أفهمك الآن أي أن أستمع إليك على الرغم من أني أتكلم وأتدمر بهذا الشكل الآن لكنت تعرفين فقط كيف كنت مغرما بها في ذلك الوقت كيف كنت مجنونا بها أو أخبرني أحد ما حينها أنني سوف أدرك هذه المرأة بإرادتي فلن أصدقها أبدا لقد كنت مجنونا بها وكم من الكلمات سكبت وهل الأمر مجرد لسان قد رفت الكثير من الدموع لأجلها حتى نالان لا تعرف بذلك فمهما حدث لا يجب أن تظهر جانبك الضعيفة للمرأة جميل جدا هذا الرجل يقول شيئا جديدا رغم أنه لم أفهمه هذا يعني أنه لا يجب أن تظهر جانبك الضعيفة للنساء وفوق ذلك فمن يقول هذا الكلام هو رجل بينما في غالب الأحيان كنت أسمع هذا الكلام من النساء وفي الأخير نالان أيضا وقعت في حبي وحصلت عليها لو ترينا نحينها حتى أن الطريقة التي أمشي بها قد تغيرت قلت لنفسي يا هذا إنك لا تعرف ما أنت عليه لقد جعلت الملكة تأتي حتى قدميك هذه ليست أشياء سهلة أبدا يا حضرة الطبيبة ليست سهلة أبدا خاصة بالنسبة لأشخاص مثلنا هذا يعتبر شيئا كبيرا عملا كبيرا للغاية مرة أخرى يقول أشخاص مثلنا يفصل نفسه عني وكأننا من عوالم اختلفة إذا كان قد جاء إلى هنا على وجه التحذي لإطارة غضبي فلن تمكن من قولي أي شيء من شأنه يزعجني أكثر من ذلك لقد كنت دائما شخصا من جميع العوالم أو حاولت جاية أن أكون كذلك خاصة إذا كان هذا الشخص من أرضنا فهو دفق قيمة كبيرة من نسبة لي على أي حال هو مني لكن هذا الرجل لا يحسبني على أنني نفسه لكن الشيء يبقى على حاله ولا حتى الحب والآن جئت إلى هنا لكي تقوم بإنقاذ من هذه المرأة في أسرع وقت ممكن إذا كنت تسألين لماذا لأنني وقعت في حب شخص آخر هذه المرة هناك بريق مجنون في عينيه ومن ناحية أخرى يا له من رجل هذي ومريح أنا دائما أريد أن أفهم الأشخاص الذين أمامي وأضع نفسي في مكانهم لكن لا يمكن أن نفعل ذلك مع هذا الرجل لا أستطيع حتى أن أشعر أن الشخص الجالس أمامي هو شخص حقيقي على أي حال إنه ليس مريضي ليس هناك دعلي كي اهتم كثيرا بهذا الأمر وحتى لو لم أفهم لا مشكلة بذلك لقد استمرنا مع بعضنا لمدة سبع سنوات وفي السنة الأخيرة ترش حماسي دستريجيا أعتقد أنني قد بدأت أسأم منها في إحدى الحالات ظهرت أمامي امرأة من البحر الأسود لكني لها من أمرأة قد استحوذت على عقلي كليا وأصبحت مجنونة متعلقا بها عندما كنت مع السيدة نالان هل كنت تتهرب منها؟ ليس ثماما نالان كانت ملكتي وأميرتي في ذلك الوقت أحببتها وأعجبت بها في نفس الوقت يا لها من أيام تتشبت سعادة حزينة بوجهه عندما يفكر في تلك الأيام فكيف ينفصل هذا الرجوع عن المرأة التي تدعى نالان؟ يقول أن الحب انتهى لكني لا أشعر بذلك على الإطلاق أنا رجل محب إذا كنت في حالة حب فإن عيني لا ترى العالم عند رؤية لتلك الفتاة وكأنها تعانت سكنا في متصف قلبي والآن أخرجه إذا استطعت من الواضح أنها سوف تدهلني وأحيانا سوف تجعلني أزعف وراءها وهذه المرة وقعت في حبها أيضا لكن لو ترين كيف تغار لا يمكنني التحرك من مكاني حتى ثم نظرت وقلت لا يمكن أن يستمر لوعدها هكذا من الأفضل أن أنفصل عن نالان في أقرب وقت ممكن كنت صادقا معها وقلت لها أنني وقعت في حب إمرأة أخرى فلينتهي الأمر هنا وقعت للأرض تصرخ وتقول هل أنت صادق؟ كيف يمكنك أن تفعل بي هذا؟ قد دمرت المنزل فوق رأسي أما الهاتف فهو لا يصمد أبدا حتى الحياة لها نهاية وسينتهي بنا الأمر جميعا في صدوق خشبي ألا يمكن أن تكون هناك نهاية للحب؟ لكن لم أستطع الأشهر لا تفهم ذلك كم مرة حاولت الانتحار وتعتقد أنها سوف تخدعوني بذلك منذ متى أصبح الصدق مثل الوقاحة والخيانة والقسوة والغطرسة؟ أي نوعا من الرجال هذا؟ كم الأمر بسيط بالنسبة له؟ بينما لم يكن يخرج صوت زوجتي التي في المنزل ما الذي يحتج لك أنت يا امرأة؟ من تظنين نفسك؟ لا يعقل علاوة على ذلك إنه متزوج؟ وعلاوة على ذلك هل أنت متزوج؟ ليحفظك الله لدي ثلاثة بنات زوجتي تركان تجلس في المنزل لكن هذه الفتاة لديها طباع صعب لي حد حتى لو كان ذلك في تفكيري فقط أسأل لماذا يفعل ذلك؟ لكني لم أحب هذا الرجل إنه مثل الجمل ملتوي في كل مكان يجب أن أنهي عملي معه في أقرب وقت ممكن عفوا لكن ماذا كان اسمك؟ خيري سيد خيري يبدو أنك في مشكلة مع النساء لكنك مع ذلك تحب هذه المشاكل أجل هذا صحيح فقط أنقذيني من نالان هذه في أسرع وقت هذا يكفي لا أعرف إذا ما كنت سوف تقومين بإعطائها الأدوية أو مخدر يكفي فقط أن تبتعد عني فقط لا تزايا تنتحر وتقحمني في المشاكل حسنا سيد خيري لا تقلق بشأن السيدة نالان سأجد طريقة لتهدئتها ينظر إليه وكأنه غير مصدق وهذه المرة أنا أيضا أنظر إليه ربما للمرة الأولى منذ دخوله إلى هذه الغرفة أنظر إليه بدقة وتماعون هناك شيء مزيف حول هذا الموضوع وهذا هو ما يزعجني بالأساس أتمنى أن تجد طريقة فأنت إمرأة بعد كل شيء يجب أن تفهميها هي وليس أنا أليس أنت من أحضرها إلى هنا لكي أفهمها أتمنى أن أحضر فتاة البحر الأسود إلى هنا يوما ما ولماذا سوف تقوم بإحضارها الآن عندما ترين نالان من المحتمل أنك سوف تقومين بلعن في داخلك لكن عندما ترين فتاة البحر الأسود سوف تغيرين رأيك فهي لا تشبه الأخريات فهي على عكس نالان تماما إذا كانت نالان هي اللون الأبيض فإن فتاة البحر الأسود تعني اللون الأسود مثلا نقوم بتجهيز طاولة ونشرب ونتحتة حتى الصواح إنها إمرأة متعرجة للغاية خاصة عندما تنادي النادل وهذا ما أنا مجنون به لقد جعلتني أعتاد على ذلك بشكل سيء ما الذي تقوله للنادل؟ تصرخ وتقول ألوه حتى النادل يرتعب منها آه يا إلهي لماذا لا يزل هذا الرجل في هذه الغرفة؟ هذا يعني أنها تقول ألوه في الواقع لم أتعرف على السيدة نالان بعد لكن أعتقد أن فتاة البحر الأسود تلك هي الأنسب لك فجأة تحول وجهه إلى اللون الأحمر وهناك نيران تخرج من عينيه أنا النفس لا أصدق هذا الكلام الذي يخرج من فمي لم يتبقى إلى أن أتشاجر مع هذا الرجل يا إلهي يمكنك المغدرة يا سيد خيري وقم بإرسال السيدة نالان إني يجب أن يكون المرء أعمى حتى لا يرى ذلك الغضب في عينيه إذا ما تردد للحظة في قول شيء ما هذه هي الكراهية التي يشعر بها الرجل المحتقر تجاه المرأة ثم ينهض بسرعة ويجمع آراده التي نطرها فوق الطاولة دون أن ينسى إعطاء تعليماته بصوت غاضب قومي بإعطاء نالان الكثير من الأدوية الحمد لله لقد خرج من الغرفة قبل أن تحدث أشياء أسوأ ومع ذلك لا يمكنني إقاف الأفكار التي تدور في رأسي هناك واحدة من تلك الأفكار التي تومد مثل الضوء الأحمر في الصف الأمامي وتقول لي حسنا يا سيد خيري ما الذي كان سيحدث لو أنه ليس أنت من فعل هذا بل إحدى هؤلاء النساء أسكب بعض الماء من الإبريق الموجود على مكتبي وأحاول أن أجمع شتات نفسي على الفور دعونا نرى أي نوع من النساء هي نالان وكيف تحاملت هذا الرجل لسنوات أرفع رأسي بسبب الضوضاء القادمة من الباب المفتوح وأراتون قادمة نحوي ممسكة بدراع إمرأة كانت المرأة ترتجف من غضبها وتهز رأسها كتفلة صغيرة تجر قدميها على الأرض وتصدر أسوات تشبه صراخات شخص معاني من ألم شديد كل هذه الإيماءات هي إشارات على العجز الأطفال الصغار يفعلون ذلك الأطفال اليائسون الذين يظنون أن أمهاتهم لا تسمعوا أصواتهم وأنهم لوحدهم في هذا العالم الذي لا يعرفونه ويكافحون أثناء محاولة من الهروب من الموت هذه ليست تصرفات أشخاص بالغين لكن لماذا هي خائفة هذه الدرجة لماذا كل هذا الدعر وأيضا أي نوع من الهلهي هذا وما كل هذا اليأس مثل ذلك الطفل اليائس بالضبط أخفه من مكاني بهدوء وبدون أن أتكلم أنظر فقط إلى عينيه بإهتمام ورعاية وحب لأنني أعلم أن العلاج لكل مشكلة في هذا العالم هو الحب إنها عاجزة جدا وما دعورة لدرجة أنه لا يمكنها سماع ما أقوله فهي الآن مثل الطفل الذي استسلمني الخوف بأهدأ ولم أكن من يقترب منها بل هي التي كانت تقترب مني وتون ممسكة بها من ذراعها كانت تومد عيناها وتفتحهما باستمرار وكان جسمها يرتجف كالورقة بالإضافة إلى شفاهها كذلك إن هذه المرأة خائفة جدا لكن هذا الخوف ليس جديدا بل هو موجود في داخلها منذ وقت طويل وليس غريبا عنها الموت والخوف والعجل الذي تحاول أن تحبسه بداخلها للسنوات أنا الآن وهي وجها لوجه مرة أخرى دون أن أتحرك أمد يذب لطف لكن مهما تحركت ببطء لا تزال خائفة فأزيد من ابتسامتي قليلا وأجاهز نفسي للتحدد لكن ليس المهم هو من الذي سوف أقوله بل الطريقة لسوف أتحدث بها طريقة كلامي ونبرة صوتي يجب أن تكون ناعمة قبل أن أبدأ في الكلام أصدر صوتا ناعما وتون كانت مندهشة بينما كان وجهها مغطى بالعرق وهي تمسك بذراع المرأة بقوة فأشير لها بعيني لكي تتركها ثم أشير لخيري لكي يخرج من الغرفة بينما كان خيري ينظر وراءه وهو يتجي نحو الممر تترك تونى ذراع المرأة ببطء وسرعان ما يقل ارتعاشها مع هبوط ذراعيها ببطء أما بنسبة لصراخها فقد توقف مند مدة ومد يدي ببطء نحوها وعيناها متبتة على يدي تخاف أن أمسك بها لن أفعل ذلك ألمس دراعها بلطف ثم أمسك دراعها الأخرى بلطف كذلك ويخف الرعب الذي في عينيها شيئا فشيئا ويبدأ جسمها في الاستخاء كذلك أقد تأثرت بنظرة العميقة والحادة والخائفة في عيونها الحمراء الباكية تمتلك عيونا خضراء إن حزن الإنسان يجتمع بالأكثر في عيونه وأنا أرى حزنها من خلال عيونها الخضراء تلك بدأت بالتكلم بصوت النعم وهادئ إنه مثل قولي تهويدة كم أن عيونك جميلة لكنها تنظر بحزن وأخيرا كانت قادرة على سماعي وفهم ما أقوله لها والآن تحاول اكتشاف المكان الذي أحضروها إليه وأيون من الناس أقوم ولكنها لا تعرف أن هذه الغرفة هي في الواقع ما كان كان يجب أن تأتي إليه منذ فترة طويلة وأنا مستعدة بالفعل للاستماع إليها وفهمها كذلك حتى لو أنا لم أستطع فهم خيري سوف أفهمها بالتأكيد أرفع يضي ببطء للأعلى أتكلم وأضحك في نفس الوقت حسناً أنا أستسلم أنا بريئة وليس لدي عيونية سيئة سيدنا لا استمرت في نظري إلي بعيون متسائلة مرة أخرى هل تعلم ماذا جمالها يا ترى؟ هل من الجيد أن تعرف المرأة ماذا جمالها؟ أم أنه أمر سيء؟ كانت جدتي دائماً تقول ليرزقك الله حد القبيح وليس حد الجميل كلما عشت أكثر رأيتم تصحة هذا المثل ليس الجمال هو الذي يغير مصير الإنسان ولكن التوقعات بأن الجمال يزداد كلما توقعنا المزيد من الحياة والناس كلما ازدادت خيبات الأمل لدينا وأحياناً يجعل الجمال الناس أنانيين جداً وفي بعض الأحيان يمكن للناس الجميلين التقليل من شأن الآخرين بسهولة وبالتالي يمكن أن تتحول هذه الميزة العظيمة إلى عيب ولا يمكنهم حتى تدوق السعادة مثل هؤلاء البشعين الذين لم يعتبرهم كإنسان حتى والآن أتمنى فقط أن لا تكون هذه المرأة الجميلة التي تنظر إلي بعيون حزينة ضحية لجمالها مجدداً أمد يدي لها وأنا أبتسم يداها صغيرتان وأنيقتان ويتم الإتناء بهما جيداً لديها طلاء أظافر وردي ولا ترتدي خاتم تحاول أن تبتسم لي أيضاً لكنها لا تستطيع ذلك حتى لو أردت كم هذا محزن أشير لها لكي تدخل تفضلي بجلوس كانت نورتها السوداء والفضفاضة التويلة التي ترتديها تتأرجح للخلف وهي تخت نحو الكرسي عندما نزعت معتفها ببطء أرى بلوزة سوداء وفوقها سطرة طويلة سوداء كذلك وتحتها تنورة من الدنتيل وعلى قدميها أحدية من الجلد الأسود بشرتها كانت بيضاء ولديها شعر بني فاتح مشدود قليلاً إلى الوراء والوشاح الأبيض الذي ربطته حول عنقها على شكل موجات يمتد حتى الأسفل كذلك لقد كانت تونة محقة أنا أيضاً كنت سوف أعطي لهذه المرأة دوراً ملكة تجلس ببطء على الكرسي دون أن ترفع عينيها عني حتى لا تعرف ماذا تفعل أو ماذا تقول تجلس هكذا فقط مطوية يديها فوق حقيبتها لديها شفاه وأنف صغير وجبهة بعرزة قليلاً حتى مكياجها من عصر آخر مع أحمر شفاه وردي فاتح وكحل أخضر ودلال عيون أخضر فاتح وتلك الشامة السوداء في الزاوية اليسرى العليا من شفاهها يزيدها جمالاً لكن يبدو أن خطوط هذا الوجه الجميل أصبحت تابتة بسبب التعاب قبل أن تقدم على أي حركة تقوم بمراقبة وموازنة الطرف المقابل لها أولاً إنه أمر غريب لكنها تمنحك شعوراً بالثقة منذ النظرة الأولى بينما أتجه إلى مكاني ألاحظ ذلك لا يخذ الصغير حول رقابتها أعتقد أن هذه المرأة تبرغ من العمر 35 عاماً لكنني متأكدة من أن روحها تظل أصغر بكثير لكن الأمر لا يشبه الاعتناء بنفسك أو عدم التقدم في السن إنه مثل عدم النضوج وكأنها عالقة في مكان ما في طفولتها لكن ما هو هذا الشيء الذي يرعبها لهذه الدرجة وكأن الشيء الذي يخيفها ليس موجوداً في الخارج بل في هذه الغرفة بشرتها رقيقة وبيضاء مثل طفل رضيع وكأنها قضت سنواتها داخل علبة زجاجية كل شيء جميل يتير احتراماً طفيفاً لدى الناس وأنا أنظر إليها بقليل من الاحترام والإعجاب وهي أيضاً تحاول أن تكون لطيفة معي لكن حتى لطفها يخفي بداخلها القلق شفاهها ترتجف قليلاً وهناك بريق نقي في عينيها والآن حان الوقت لبدء العمل مرحباً بك سيدة نالان عندما أنطق اسمها يترك طعماً مراً في فمي نالان الناس ولادون بأسمائهم واسمها هو نالان ولدياً الباكية أو الأنين وهي تفعل ذلك أساساً تبكي مثل اسمها تماماً بعد ذلك مباشرة أخبرها مدى جمالها كلمات المديحي هذه تعطيها بعض الراحة لكنها لا تمحو ذلك الخوف والرعب الذي في عينيها وتبدأ فجأة بالبكاء هل ذلك شخص الذي تدري فينا كل هذه الدموع لأجله يستحق ذلك على الأقل؟ وبدلاً من الإجابة تستمر في البكاء أكثر يا ترى هل تبلل أول حرف من اسمها المنقوش على ذلك المنديل الصغير والناعم الذي تمسح به عينيها؟ هل من السهل وصف خيبات الأمل واليأس والخوف؟ كان الأمر كما لو أنها تشعر بمثل هذا الألم في حياتها من قبل هل حتى الألم غريب على هذه المرأة؟ لم يكن ذلك المنديل الحريري كافياً لمسح دموعها لم يكن ذلك المنديل الحريري كافياً لمسح دموعها أمد لها بعض المناديل الورقية من العلبة الموجودة أمامي تأخذ المناديل بيديها المرتجفة يا إلهي إنها تبكي بكترة أي نوع من الألم هذا؟ كم أن قلبها يحترق ألا تقول الأغاني دائماً الفراق أم الموت؟ هذا يعني أنه بالنسبة لها الإنفصال عن خيره أشد من الموت لقد تعلقت به بدرجة يبدو الأمر كما لو أن شخصاً ما جاء ومزق قلبها ربما تكون مشاهدة مثل هذا الألم الشديد هو أصعب جزء في هذه المهنة تنتقل المشاعر الأخرى أيضاً من شخص لآخر ولكن من الصعب مشاهدة مثل هذا الألم والحزن ومشاركته والشعور به في ذل دوء مصابيح الطاولة وأن أستمع إلى تناهداتها العميقة أنظر إليها بحزن في الواقع من جهة هي تخجل مني لأنها تبكي لهذه الدرجة الخجل يا له من شعور غريب أن تشعر بالخجل لكنه في نفس الوقت شعور إنساني أعتقد أنه لا يوجد كائن حي آخر يعرف الخجر غير البشر ولكن ليس كل الناس فقط جزء منهم أي أولئك الذين يضلون بشراً بما يكفي لكي يشعروا بالخجل فقط يمكنهم فعل ذلك إذا قلت لها أنه لا يوجد أي داعي لخجلها وأنها يمكنها البكاء بكل راحة سوف تشعر بالخجل أكثر لذلك من الأفضل أن أبقى صامتة وأحترم هذا الألم يبدو أنها شعرت وفهمت أنني أفهمها وأنني أشاركها ألمها وأحاول مساعدتها ولم يكن هناك أي داعي للسؤال فهي جاهزة لكي تشاركني من كل ما عاشته أخذ كوبا من الماء وأقدمه لها تمد يدها وتأخذه وتشرب رشفات قليلة ثم تضع على طاولة القهوة بجانبها وترفع رأسها تنظر إلي بعمق وبعد أن بلعت ريقها عدة مرات تبدأ في الحديث أنا وخيري مع بعض وبسبب أطفاله لم يستطيع الانفصال عن زوجته وأنا إذن لم أريد أن يكبر أولاده بدون أب عندما تحرك شفتيها إلى كل الجانبين تصبح الغمازات الموجودة على خديها أكثر بروزا إذن فهي لا تريد أن يصبح أولاد خير بدون أب قد لا يكون لدينا دائما الفرصة على الإختيار ويكون الحل الأفضل هو ببواسطة موافقة ويبدو أنها قد فعلت ذلك أيضا لقد كان مغرما جدا وقضيت معه أجمل لحظات حياتي كنت على يقيني من أن هذه العلاقة سوف تستمر مدى الحياة لكن قبل عشرة أيام قال لي هناك امرأة أخرى في حياتي وأنا مغرم بها هذا ما قاله فجأة ذات يوم أعتقد أني سوف أفقد عقلي لقد جرنت على الأغلب وأصبحت حالتي هكذا بينما في حياتي كلها لم أتكلم بصوت عالي لمرة واحدة بدأت أتصرف بطريقة غريبة بكيت وصرخت ثم رميت بنفسي إلى الشارع ولم أنم حتى الصباح ولم أدعه ينام كذلك أنا لم أستحق أيها من هذا يا حضرة الطبيبة صديقيني لم أستحق هذا بينما تقول ذلك يتهجم وجهه وكأنه يؤلمها وصوتها كان تقيلا خجول وأنيق وهش ومؤتل مثلها تماما أثناء الاستماع إليها يفهم المرء بشكل أفضل ما تضع في الكلمات وهشاشتها وكيف أن التعريفات والمصطلحات ليست كافية في مواجهة العواطف منذ فترة طويلة تعيش مع رجل متزوج وأبين لثلاثة أطفال وهي مطلقة وربما لأجل خيري انفصلت عن زوجها وفي أحد الأيام يقول لها أنه لم يعد يحبها بل يحب إمرأة أخرى بينما كان يجب أن أكره هذا الرجل الذي قام بخيانتي لكن لا أستطيع ذلك لا أستطيع العيش بدونه وبدون سماع صوته بدونه سوف أموت لا يستطيع فعل هذا بي تبدأ بالبكاء مجددا حتى أنها تتمرد على الحياة وهذه الصراخات مرة أخرى صادقة للغاية بينما هي تبكي تشعرني أشعر بسوء حيال ألمها فقد تخيل أن هناك شخصا ما يتلوى أمامك من شدة الألم والمعاناة وأنت تنظر إليه فقط لكن لا يمكنك فعل أي شيء من أجل مساعدته بعد كل هذه السنوات يفترض أنني تعودت على هذا الأمر لقد رأيت الكثير من آلام الحب واستمعت إليهم لكن لم يكن لأي منهم مثل هذا التأثير عليه لأنه لا أحد منهم كان يعاني مثل هذه الفتاة الشابة هذا الشيء الذي نسميه الحب يؤلمك بقدر ما يجعلك تطير في السماء أعرف هذا لكن بالنسبة لهذه المرأة فالأمر يبدو مختلفا أي نوع من الحب هذا يا ترى؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر